بعد 17 عاما من آخر زيارة لها للأردن تعود الفنانة التشكيلية اليابانية يوكو للمشاركة بلوحة فنية حرصت فيها ريشتها على استذكار وجه عمان القديمة ضمن مشاركتها في معرض الحب والسلام للجميع جئت إلى الأردن قبل 17 عاما وكنت خائفة لأنه يقال إن منطقة الشرق الأوسط خطرة لكن لم أجد هنا سوى الحب لذلك قدمت هذه اللوحة لعمان أكثر من 30 لوحة فنية اجتمعت في مكان واحد كل واحدة منها تعكس ثقافة تختلف عن الأخرى لكن كل اللوحات تجمع على الدعوة للسلام في زمن الأزمات والحروب للتذكير بإنسانية الشعوب الحب والسلام هو عنوان المعرض لأننا نعيش في زمن استثنائي لذلك أردنا إيصال رسالة عن أهمية السلام والإنسانية والفن هو وسيلة لتوحيد الشعوب وإيصال الرسالة بطريقة جيدة وطبعا هذا الشيء مهم كتير برضو للتبادل الثقافات تبادل لأن الفن لغة عالمية يعني شو ما كان بلده أو لغته من خلال اللوحة كلنا سيفهمها بزيك أنها لغة واحدة لكل العالم ويواصل القائمون على هذا المعرض التجول بلوحاتهم في بلدان عربية وأجنبية لنشر ثقافة الأمل والحب والسلام والتعايش من خلال الفن خمس وثلاثون لوحة فنية زينت جدران هذا المعرض أصحابها جاءوا من شتى بقاع الأرض من أجل التذكير بدور الفن في نشر الحب والتعايش والسلم في زمن الحروب والأزمات حيدر العبدالي الحرة عمان موسيقى